إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعا وأنت مناجاة خفية تسمع إلهي تراحا الحديث عن الإنسان وإما عليها تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان وتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان أو تمر عليه فتقوده إلى الميران وإلى غضب الواحد الزيان الحياة إما أن تضحك ساعة لتبكيك دهرا وإما أن تبكيك ساعة لتبحكك دهرا الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليها هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها الثابتون وصاروا إلى الله عز وجل لما كانوا يفعلون الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها فهي والله حياة طالما أبكت مناسا فما جحفت دموعهم وطالما أضحكت مناسا فما ربت عليهم لا حكاتهم ولا سرورهم الحياة أحدثي في الله جعلها الله ابتلاءا واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائط العباد وفائز برحمة الله السعيد ومحروم الرضوان الله شقي طريق كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راضي عنك في هذه الساعة التي عشتها وإما والعكس والعياذ الثلاث فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته نسأل الله السلامة والحافظة فهذه الحياة فيها داعيان داعٍ إلى رحمة الله وداعٍ إلى رضوان الله وداعٍ إلى رضوان إلى محبة الله وأما الداعي الثاني فهو داعٍ إلى ضد ذلك شهوةٌ أمارةٌ بالسوء أو نزوةٌ داعيةً إلى خاتمة السوء والإنسان قد يعيش لحظةً من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التخريط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء سيئة في حسناك وكم من أناس أذنبوا وكم من أناس أساءوا وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن رحمة الله غريبين عن رضوان الله وجاعتهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة لكي تراق منهم جمعة الندم ولكي يلتهب في القلب داع الألم فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غربته وقد طالت عن الله غيبته لكي يقول إني تائم إلى الله منيء إلى رحمته وردوانه وهذه الساعة هي الساعة التي هي مفتاح السعادة للإنسان ساعة الندم وكما يقول العلماء إن الإنسان قد يذنب ذنوبا كثيرا ولكن إذا صدق ندم وصدقت توبته قد لله سيئاته حسنات فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجع والألم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه أحبتي لله كل واحد مننا نريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه وكم سهر وعلى هذا السهر يرضي الله عنه وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال نعم تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأن تتقلب في نعمة الله ومن الشياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان أظيم نعمة الله عليه من الشياء والخجل أن نحس أننا نطعن طعام الله وأننا نستقي من شراب خلقه الله وأننا نستضل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته فما الذي نقدمه في جبه يسأل الإنسان نفسه يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت واحد في المئة ومنقصت واحد في المئة مات في لحظة فأي نطف وأي رحمة وأي عطف وأي حمال من الله يتقلب فيه الإنسان يسأل الإنسان نفسه الرحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حفظ له سن ومن الذي حفظ له بصر ومن الذي حفظ له عقل ومن الذي حفظ له روحا يسأل نفسه من الذي حظم هذه الأشياء من الذي يمتع بالصحة والعافية فالناس المرضى على الأشخرة الغيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحذب إلينا بهذه النعمة يتحذب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الصيبة الله تعالى يريد من عبده أمرين الأمر الأول سعر فرائب والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجه ومن قال إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله والله إذا ما طابت الحياة في القرب من الله فلن تطيب بشيء سواء وإذا ما طابت بسعر فرائب الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواء ويجرب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله لم يجد أطيبا من متعة العبودية لتعرف بفعل فرائض الناس وترك محارف أنت مأمور بأمرين إما أن يأتيك الأمر افعل أو لا تفعل إذا تفعل أي شيء في هذه الحياة تسأل نفسك هل الله عز وجل أذن لك بفعل هذا الشيء أو لم يأدف أي شيء تفعل فالأجساد ملك لله والقلوب ملك لله والأرواح ملك لله ينضغي بالإنسان إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر يسأل نفسك هل الله راض عنه إذا تقدم فليتقدم أو الله غير راض عنه فليتأخر فالله ما تأخر إنسان ولا تقدم ويرجو ورحمة الله الله سبحانه ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة في كل القرب من الله القرب من ملك الملوك وجبار الصماوات والأرض الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب تجد الشخص يتمتع بكل الشعوات ولكن والله تجد ألذ الناس بالشعوات أكثرهم آلاما نفسية وأكثرهم قلقا نفسيا وأكثرهم ضجرا بالحياة وانهب وانبحث عن أغنى الناس تجده أجعب الناس في الحياة وجعل لذة الحياة في القرب منه وجعل أنسى الحياة في الأنس به سبحانه والصلاة الواحد يحلها الإنسان من فرائب الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبودية إلى ربه بمجرد ما يخرج من نسجده يحس جراحة نفسية والله لو بدل لها أموال الدنيا من صفاعه إلى ياسمه الحياة طيبة في قرب من الله الحياة الهديئة في قرب من الله إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبما تطيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر